فريدم بلستاين أنا مع فلسطين وأنا مع الشعب أنا جسمه أشعر المشهد مستمر وتغطيتنا للمشهد مستمر على مدار الساعة مع حضراتكم يعني بكل احترام وتقدير كده تعرفين أنه الجمال لا يستثنى فيه أحد المشاركين فيه وإنتوا كمواطنين كمشاهدين إنتوا الحقيقة الجمال كله وإنتوا العظم كلها وأي حاجة احنا بنعملها أو أي حد بيعملها أو أي حد في المؤسسات الدولة وأي مؤسسة المؤسسات الدولة بتعملها أي فرد في الدولة بيعمل ده فهو هدفه حضراتكم أنتوا على العين والرأس من ضمن هذا المشهد عندنا مشهد الأحزاب ومن ضمن الأحزاب عندنا حزب المصريين الأحرار الحقيقة بقى طويل جدا يعني رغم الحداثة لكن بقى طويل جدا في المشاركة في الحياة السياسية وأستاذنا الدكتور رصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار منورنا هنا والحقيقة كان بيحتيلي قبل الفاصل كده وإحنا بندردش مع بعض درداشة ودية كده قال لي احنا كان عندنا وافض الصين النهاردة كان بيشوف غرفة العمليات وكني بندردش معاه بشوية حاجات مهمة أول أولا برحب بالدكتور رصام في بيت ويعني بيتك دايما دكتور رصام أهلا بيك أستاذ جالر وأهلا بيستانا مشاهدين زي ما حاتك بتقول الفاكهة بتاعتنا المشاهدين هم اللي تغطى بتاع الموضوع كله يعني أول حقيقة دايما بنعزم دوره لأنه هو يعني تقريبا كل حاجة بتتقال كل حاجة بتتعمل فهو يعني احنا عايزين بركته زي ما بيقول أو حتى نقضه بيبقى جميل جدا 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 مشاركته بالمعنى العام وكل اللي بيتعمل ده في أن المواطن نفسه يروح صندوق الانتخاب صحيح ويشارك في العملية السياسية لو هو ما راحش مش هيبقى فيه ما فيش مشاركة مش كده بالضبط صحيح كرئيس للمصريين الحزب المصريين الأحرار حضرك شايف المشهد ازاي خليني أخد من مقدمة حضرتك حزب المصريين الأحرار دي رابع مشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن احنا حديث العهد زي ما قلت حضرتك في 2011 تتأسسنا كان في شهر سبعة تحديد في 2011 فعد علانة انتخابات الرئاسية 12 14 18 24 هذا المشهد استثنائي يعني يمكن يعادل في استثنائيته 2014 اللي جايب على 30 يونيو هو والآخر بالضبط لأنه زخم 30 يونيو زخم الحدث العظيم اللي أنقذ مصر من هاوية لم يكن يعني كنا الريحين لمنزلق لن نعود منه لكن شاءت الأقدار وشاء الرب إنه مصر تتبقى مصونة ومحفوظة ومكملة احنا النهاردة في نفس الموقف على الفكرة وده اللي خلى من رجل نظرنا وتحليلنا لأن احنا ابتدينا الحملة الانتخابية من شهر 6 30-6 بظهر 3-7 الحملة بتاعتنا حتى كان قبل أي كيان وقبل ما حتى فخامة الرئيس يعلن ترشعه وعلى أن فيه أن فخامة الرئيس هو مرشح العظيم فنزلنا عملنا قلنا زي ما حتك كده بتقول السادة مشاهدين نزلقصينا رأي الشئلة حابنا نسمعه ونسمع مزاجه ونسمع وجهة نظره لأن حتك عارف أن أي حملة انتخابية السيد فيها هو المواطن ولازم نسمعه ونعرف وجهة نظره وتعترم أي أن كان بكل تشكيل يعني من المواطن الفلاح وطرق الأبواب ودول على فكرة حضرتك لما تتعامل وأكيد حضرتك تعملت سياسيين وعشي معترم وكلام معترم جدا ثم انطبق حتى الاجتماع المتوسطة وسمعناها وسمعنا مشاكلها وإيه المعاناة بتاعتها ثم انطبقت النخط يعني إحنا غطينا كل ده لأن كان عندنا مسافة لأن الانتخاباتنا بتتم مش قبلها بشهر وعشان نبني الطريقة بتاع الحملة بتاعتنا عايز أقول لحاتك حاجة إنه سبعة أكتوبر كان فيصلي في إخراج هذا المشهد بالإضافة يعني هو سبعة أكتوبر كشف القناع عن النظام العالمي وكشف القناع أمام المصريين عن أشياء كثيرة وتساؤلات على سبيل المثال إحنا ليه كنا بنجري ونزرع أمحة إحنا ليه كنا بنسلح الجيش بالطريقة دي إحنا ليه كنا بننقب عن البترول وننقب عن الغاز بالطريقة دي ليه كنا بنعمل الكلام ده بسرعة ليه كان فيه طرق ليه وليه 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 تساؤلات عديدة جدا اتكشفت وبانت فكان مردودها أولويات المواطن اختلفت وأصبح الأمن والأمن القومي والأمان هو أولى أولوياته وحسى دي إن مصر لما قوية وإن مصر بتقف أمام العنم كله وبتغير ده في الدول العظمة وفي توجهاتها وفي أراءها وده شفناه في الأحداث الأخيرة يعني فالأحداث الأكهيرة المؤلمة كشفت أمام الشعب المصري قبحت نظام العالم وإزدواجية معيه وليكن نحن بنقوله دايما وفي كل مدخلاتي وفي كل لقاءاتي كنت دايما بقول أن في أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على مصر كجزء من العالم ولكن نحن عندنا الأزمة أقصر ليه لأن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر للضغط على الدولة المصرية وأنا سميت وقتها الإرهاب الاقتصادي وأن الإرهاب خد شكل تاني مع مصر هو الإرهاب الاقتصادي والمحاربات الاقتصادية الخارجية والداخلية من الطابول الخامس الموجود اللي بيحاول أنه نلعب دور عشان يعمل أزمة عشان يخلي عشان ما يتمش المشهد ده ولهذا المصريين لما بيجوا عند بلدهم حضرتك بتشوف المشهد ده صحيح فالمشهد ده نتاج وكان الجزء الأول منه هو 7 أكتوبر وما حدث وأشاء القدير ما حدش يقدر يقول غير كده أنه يعطي فخامة الرئيس حقه في أن التساؤلات تتم على الواقع كشفها أمام الناس وحسوا بالخطورة حسوا أنهم لازم يكونوا متوجدين بالإضافة المشهد زي ما قلت لحضرتك السنة دي مختلف عن 2018 مختلف عن 2014 نقدر نقول أنه شبيه به و2012 حتى في عملية الالتفاف عملية التقارب ما بين شخص تمثل فيه الرئيس أو شخص بيدفع إلى سدة الحكم بطريقة ديمقراطية محترمة بطريقة فيها نوع من الدعم الشعبي من القاعدة الشعبية القاعدة الشعبية العريضة وذي الزماردة اكتفضلت هو شبيه فعلا ما حدث في 30 يونيو وما حدث بعدها ودلوقتي 7 أكتوبر وما حدث بعدها رغم أنه ده حدث عالمي إقليمي ورغم أنه ما حدث برضه عندنا حدث عالمي إقليم رغم أنه كان مصري بس كان مؤثر جدا على مستوى العالم وهو دفع عالمي يعني هما وجود الإخوان ده جزء عالمي ممنح جبيه مصر ومصر مش له هدفة وتفضل طوله مرة لأنها ومن أكتوبر بسبع أكتوبر جزء كبير من سبع أكتوبر داخل على سين حديثي أنا أردد لك المقولة اللي كان بتتقلع على الصين زمان عايز أقول لنا كمصريين إن مصر عمل لاق نائم ويل للعالم لو استيقظ هذه المقولة اتقلت على الصين وأنا بقولها على مصر وبناسبة الوافد الصيني اللي كان موجود عنده النهاردة مصر القدرات البشرية والطبيعة الإنسان المصري لما بيحش زي ما واجد الفرصة ويحط دناغ إنه ينجح بينجح محمد صلاح ده مثال لعب محمد صلاح المو صلاح اللي كلنا بنحبه ويطلق عليه وفخر العرب النهاردة وهو ده مثال على التحدي وعايزين شبابنا يبقى عندهم نفس المسال على التحدي في النجاح كل في مجال المشهد النهاردة حضرتك وجوده ده كان نتيجة لي هزه الالتفاف وحطة الشكل الاحتفالية يعني ألف ومصرين عايزين يطلعوا يقولوا مكبوتين إحنا نزلين ندفع عن بلدنا إحنا مش نزلين ننتقل إحنا نزلين نحط تسك إن إحنا مع بلدنا الجزء التاني التنوع إحنا رصدنا في 2012 و2018 و14 المرة كان دايماً أول يوم في الساعات الأولى كان بيبقى متصدر كبار السن وفي اليوم الأولاني حتى بالتحديد النهاردة لما حتى بتستعرض بالمراسلين بتاع حضرتك هتلاقوا شباب ومرأة وذو قدرات خاصة دول إحنا في غرفة العبات عندنا عندنا رئيس لجنة القدرات الخاصة شاب جميل جداً بطل عالمي موجود وبيتابع معنا الحضور بتاع دول قدرات الخاصة لا تتخيل حضرتك يا أستاذ جيبر السعادة اللي هم فيها بأنهم بيروحوا وبيبارسوا لأول مرة هذا الاستحقاق بهذه السلسة أولها زول إعاقة البصرية الانتخابات ببرايل دي جديدة ما حصلتش يعني عشان برضه احنا بنبص للعالم الأجنبي أنا يعني حضرتك أنا عايز بس حد بين الدول العظمة يوريني يستخدم هذا أو أعطى حق من حقوق الإنسان لدول قدرات الخاصة زول إعاقة البصرية إنه نعمله برايل طريقة برايل في التصويت كل الكراسي المتحركة موجودة طريقة كان معانا الأستاذ حسام اللول المتحدث باسم حسام الدين الأمير متحدث باسم المجلس وكان بيتكلم في نفس النوقت اللي حضرتك بتشوفها طب حضرتك كده معانا كده إنه عندنا مشهد مكتمل الأركان في البهجة في استثناء البهجة في استثناء المشاركة السياسية في استثناء العلاقة ما بين المواطن وما بين الحياة السياسية اللي موجودة في بلد هل ده صحيح؟ ده صحيح وبقول إنه إن شاء الله بعد الانتخابات ما قبل انتخابات 2024 شيء وما بعدها هيكون شيء تاني ومبشر يعني أنا ببشر وبقول يا جماعة عليكم أن تبتهجوا فعلا لأن اللي جاي التعب اللي فات كله إن شاء الله هيكون راح ويناير وفبراير هيبقى فيه حتى من الناحية الاقتصادية هيبقى فيه نوع كبير قوي من الأريحية لأن العامل اللي كان دافع ومخلي الأزمة زيادة لبر علشان خاطر يبوز المشهد الانتخابي دا بنزركم أنتو بوسترهم وأمراتهم كما حدث في 36 وهيكون مردود أنه خلاص هيعمل ايه تاني هيبتدي هتلاقي المواطن المصر الأمور اختلفة الشعب المصر ده ممكن تطلق عليه أفندي لأنه تطلق عليه كلمة كده تطلق عليه مارد مارد الشعب المارد اللي لما بتستفزه لما بتيجي عند كرمته لا لا يقف أمامه أحد خالص يعني فيبدو ليك أنه مش يخد باله ويبدو ليك أنه يبدو ليك شوية الأزمات الاقتصادية اللي عنده فمخليها يعني مستكين لكن هو مش الفكرة كده خالص بالزبت فكرة كده خالص هو بلده في الآخر حبة عين أفندي هو حضرتك شاهف المشاهد اللي حوالينا هو أيا كان حتى عندي أزمة الاقتصادية ده أنا في الآخر أنا بابقى في بيتي نام تحت سقف مع أسرتي عارف بكرة فيه أمان غي طب يعني هتتحل هتتحل الأزمة الاقتصادية هتتحل هتتحل فترة أتعدي لأنه لأنه كمان إحنا تعبنا قوي في البنية التحتية والأساسية والتعمل وأنا الأوان لقد في هذا الكلام مش يعني حتى خلينا ناخد مثال واحد بس لأننا أنت عارف أننا الحزب الليبرالي والاقتصاد عندنا جزء مهمة جدا أنه أهم حاجة أهم حاجة في أي دولة الاقتصادية إحنا النهاردة وده كان ذكره دولة رئيس الوزراء أنا شرفت من أنه كنت موجود وحتى كنت معنا في الزيارة للعريش في سيناء وقال العمارة مهمة جدا إحنا يعني بازلنا موجود كبير جدا واشتغلنا على التوازم مكافحة الإرهاب مع التنمية في سيناء والتنمية في سيناء إحنا دفعنا فلوس كتير وإنت بترمي في البنية جدا أنا الأوان حضرتك وهتشوف ده أنا ما شفت المخطط المعمول الاقتصادي لسيناء ده يقوم دول مش مصر بس عشان كده كان لعنة مش عايزك مش عايزك نعمر سيناء مش عايزك تزرع عرحك مش عايزك ننقب على البترون المترجم للقناة